أنا يمكن سمعت وجهة نظر بتتكلم على انتقال كابتن أحمد فتحي وكابتن رمضان صبحي لنادي بيرامدز ورغم أن الموضوع ده احنا قلنا بالنسبة لنا أنه صفحة وتقفلت وما اتجرناش لأي نوع من أنواع المهاترات رغم أنه كان فيه حاجات كتير جدا يترد عليها لكن خليني أقول أنه كابتن متحد شلبي لما كان بيتكلم على أنه من وجهة نظر وهي وجهة نظر منطقية جدا على فكرة وتحترم جدا أنه ما فيه فرق من وجهة نظره فيه انتقال أحمد فتحي لبيرامدز عن انتقال رمضان صبحي لبيرامدز وبالتالي الأمر لا يستدعي الضجة ولا يستدعي هو مش لاقي منطق للفرق بين الطريقة اللي خرج بها أحمد فتحي ومعاملة الجمهور لي والطريقة اللي خرج بها رمضان صبحي ومعاملة الجمهور لي وشايف أنه الاثنين عقدهم انتهت مع النادي الأهلي الفرق بس أنه فتحي انتهى في نهاية السيزن ورمضان انتهى قبل ما السيزن يخلص الكلام ده كابتن متحت مع كامل الاحترام وانا قلت انها وجهة نظر تحترم جدا ومنطقية لكن يمكن تنفع اكتر مع نادي مالوش شعبية ولا جمهيرية ويمكن تنفع اكتر او تنطبق اكتر على الموضوع من وجهة نظر العلاقة بين الادارة واللاعب فقط لغير لكن لو حضرتك بسطلها من وجهة نظر الجمهور هتجد الامور مختلفة جملة وتفصيلا اولا الفارق بين الاثنين من وجهة نظر كتير من جمهير النادي الاهلي عشان ما صادرش على رأي كل الجمهير انه كابتن احمد فتحي مشوار طويل جدا من العطاء مواقف كتيرة جدا كم كبير وحجم كبير جدا من الاخلاص نجاحات كتير جدا حجم انتماء كبير جدا في مواقف ظهرت فيها معدن احمد فتحي مع جمهور النادي الاهلي ومن وجهة نظر الادارة في بعض الاوقات ومع كتير من النجوم مش بس بتكلم على فتحي انه يحقل اللاعب الانتقال في نهاية مشواره كنوع من انواع التكريم وده نوع من انواع التأدير اللي بتديه ادارة النادي الاهلي مش بكلم بس على ادارة كابتن خطيب كتير من الادارات عملت ده مع كتير من النجوم الاهلي على مدار التاريخ اما قصة انه يكون فيه تشبيه بين رمضان وبين احمد فتحي فده امر اسمح لي اقول لحضرتك عليه مغلوط ليه لانه دارة النادي الاهلي ابدا مش ممكن تفاوض لاعب الا بعد ما يعلن عن رغبته في الانتقال لصفوف النادي الاهلي وقلنا ان العلاقة بين الاهلي وبين اللاعب مش علاقة مادة فقط لغير صحيح المادة بتمثل ركن اساسي لكن الاخلاص والانتماء والرغبة في اتداء فنلة النادي الاهلي شيء اساسي في اتمام الصفقة وده بالزبط اللي حصل مع كابتن رمضان صبحي وهو ما لا يلتزم به وخصوصا في تصريحاته لجماهير النادي الاهلي واللي اعلن فيها مرارا وتكرارا انه مش هيلعب في مصر غير لنادي الاهلي عشان كده من حق جماهير النادي واسمح لي انها اتفرق تماما في التعامل وفي الموقف ما بين كابتن احمد فتحي الظاهير التاريخي لنادي الاهلي وبين كابتن رمضان صبحي